اشتركوا في القناة بس انا حابة اوضح لكم محتويات الكتاب سريعا وحنبدأ بالcontents اللي هي محتويات الكتاب هو بادي الكتاب بlet's remember يعني هيا بنا نتذكر وده في ريفجن سريع على الفونيكس اللي الولاد درسوها في كيجي 1 وكيجي 2 اما الكتاب نفسه بتكون من two themes او محورين اساسيين theme number one وهو بعنوان who am i who am i يعني من اكون انا وكل theme بيتكون من three units يعني احنا عندنا two themes محورين وكل theme كل محور بيتكون من three units من ثلاث وحدات يعني الكتاب كله عبارة عن six units ست وحدات حنبدأ بالمحور الاول اللي هو theme one who am i وزي ما قلنا اني ذا عبارة عن three units ثلاث وحدات unit one بعنوان this is me this is me هذا انا unit two بعنوان in my classroom in my classroom في فصلي unit three بعنوان in my community in my community يعني في مجتمعي تمام؟ بعد three units او ما theme one بيخلص هو المحور الاول بيكون في review او revision مراجعة وفي حاجة كمان بعد المراجعة اللي هي non fiction reader او قصة غير خيالية يعني قصة واقعية تمام؟ وهي بعنوان homes around the world homes around the world يعني البيوت حول العالم بعد كده theme number two المحور التاني وهو بعنوان the world around me the world around me العالم من حولي وبرضو بيتكون consistence of three units بيتكون من ثلاث وحدات unit four اللي هو بقى الوحدة الرابعة وهي بعنوان on the farm on the farm في المزرعة الوحدة unit five الخمسة بعنوان transportation transportation وسائل مواصلات اما الوحدة الستة unit six بعنوان the world around us the world around us العالم من حولنا بعد ما خلص theme two او three units بعدها برضو عمل review او revision two وبعد كده fiction reader اللي هي بقى القصة الخيالية وهي بعنوان the little red hen الدجاجة الحمراء الصغيرة اه وانا نزلت الفيديو الخاص بشرح القصة دي كاملة اه حتلاقوها موجودة بالقناة عندكم اه وبكده نبقى خلصنا المحتويات للكتاب المنهج connect plus one ولو فيه اي سؤال اه بخصوص المنهج اكتبودي بالتعليقات وحردها لحضراتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة